النادي الاهلي الاربعة الكبار في النادي الاهلي لعبين ومدربين أبا كلمك على مرس الكرة لمدير الفني وكابتن سعب حفيز مدير الكرة والحارس كابتن محمد الشناوي وعلي معلول وجهه تحية كبيرة جدا جدا لخالي لعب فتاح لاعب الفريق الجديد القادم من فريق سموحة وجهوله التحية على مستوى الرائع جدا في مباراة الكمة وقالوا الاربعة انه خالد ظهر بشكل رائع جدا وكانوا فرحانين بمستوى جدا أضيف لك كمان حاجة مهمة جدا ان مرس الكولر عجبه خالد عبد الفتاح في مركز المساك المدافع وخالد عبد الفتاح في عرفين زهير أيمان بس عجبه في مرات الزمان عجبه ليه ان خالد عبد الفتاح هو الشكل بتاع المدافع اللي بيحبه مرس الكرة اللي هو اللعب اللي بيقع في طلع بالكرة اللعب العائل اللعب اللي هو مش كهو خلاص اللي هو شبه محمود متولي ومحمد عبد المنعم ده المدافع اللي الكولر بيحبهم أو نوعية المدافعين اللي بيحبهم المدافعين اللي عندهم كرة اللعيبة اللي بتاعف تطلع بالكرة بشكل كويس فخالد عبد الفتاح وارد جدا انه يتوظف في المباراة القادمة حتى مع عودة المدافعين بتوع النادي الأهلي في مركز المدافع أو مركز المساك وارد جدا مارس كورب بالمناسبة حظر اللاعبين اللاعبين نادي الأهلي من التهاون أمام البنك الأهلي في المباراة اللي جاية وقبل السفر إلى المغرب اللي مشاركة فيه كأس العام الأندية وقال لهم ان المستوى اللي ظهرتوا به في الشوت التاني قدام الزمالك هو اللي المفروض تظهروا به من أول ديها قدام البنك الأهلي وبنفس المستوى والأداء وقال لهم انه أي نتيجة غير الفوز هتعمل لنا دربكة أو لغبطة قبل كأس العام الأندية وإحنا مش محتاجين ده غالبا غالبا مارس كورب هلعب مباراة البنك الأهلي القادمة بنفس تشكيل مباراة الزمالك